اشتركوا في القناة فسحة أسبوعية نطل من خلالها على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالحياة الزوجية بمقدماتها بسيرورتها بكل ما قد يكون فيها من السلبيات والإيجابيات ودائما بهدف تقديم التوعية والإرشاد لما فيه الخير ولما فيه الأفضل لحياة زوجية مستقرة وسعيدة مليئة بالأمن والطمأنينة والسكينة موضوع جديد نطرحه على بساطة البحث معكم في لحاب هذه الحلقة مشاهدين ومستمعين قبل أن نتعرف إليه وإلى التفاصيل التي يحملها اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي التي ستشاركني الحلقة في الحوار وفي الرد على مختلف الإشكالات التي يحملها الموضوع ضيفتي المتخصصة في الإرشاد والتوجيه النفس الاجتماعي وأيضا المتخصصة بالعمل الصحي الاجتماعي الأستاذة وفاء طراف أرحب بها معنا في الاستيديو في صباح الخير أهلا وسهلا فيك قبل أن ننطلق في الحوار وكالعادة نذهب إلى مقطع صوتي نتعرف من خلاله على الموضوع اليوم الذي اخترنا له عنوان أول ولد نتابع مع الزميلة مريم منطحي الملفت بمجتمعنا الشرقي إنه أي شاب صبية بينتقلوا للحياة الزوجية بيكون همن الأول والأخير هو الإسراع بالإنجاب وفي حال تأخر هالمشروع كم شهر بتصير تحوم التساؤلات وبتبلش التدخلات والاستفسارات من الأهل والأرايب وبتنهال النصايح والتهويل إنه أكيد فيه مشكلة ولازم يستدركوا الأمر من أوله ويستشيروا أطباء أطباء متخصصين بصراحة أنا وزوجتي قررنا نخالف هالعرف الاجتماعي ونحضر حالنا منيح قبل ما ناخد قرار إنه نجيب ولاد على هالحياة ونحن بعدنا مش جاهزين لنتحمل مسؤوليتهم ونقوم بكامل واجباتنا معهم يا جماعة الولد بده التزامات مادية كبيرة وخاصة ببلدنا هالأيام وهيدا بيتطلب مردود مادة مرتب كل آخر شهر والولد بده أهل واعيين مصقفين نفسيا وبيعرفوا ألف باقي التربية وأساليبة ياللي بتنتج إنسان سوي والولد بده بيئة أسرية مستقرة مع أمه باي متفقين عكل التفاصيل بحياتهم وهيدا كله حتى يتأمن بحاجة لوقت فلشو الاستعجال بقرار الإنجاب ما بعرف يعني ضروري يجي هالولد يعيش الكركب اللي عايشينا ونتلبك فيه كيب بدنا نأمله ما عيشته أكيد قراري أنا ومرتي ملاقي معارضة قوية من أهلنا وأصدقائنا ياللي بيعتبروه قرار جريء وغير عادي وبيعبروا عن خوف علينا من إنه يصير عنا مشاكل صحية ما نعود ننجيب أو نتعود على حياتنا بالأولاد بعد ما صار مارئ سنوات على زواجنا بس نحن مصرين إنه بس نصير جهزين رح يكون من دواعي سرورنا وبكل حب نستقبل أول مولود بعيلتنا مولود يفتخر فينا كأهل إنه ما نقصنا عليه شيء بها الحياة لا مادياً ولا معنوياً تحيي للزميل علي الخنسة اللي استمعنا بصوته لموضوع اليوم وبنبدأ معكم مشاهدينا ومستمعينا الحوار إذن اليوم رح نتحدث عن قرارهم مباشرة بعد الانتقال إلى بيته الزوجية كل زوجين بيحبوا إنه يكون عندهم خبر مفرح وجميل جداً بانضمام المولود الأول إليهم وبداية حياة يعني نواة أسرية بيقدروا من خلاله يمكن الأم خاصة مارس يعني فعل الأمومة والأب أيضاً فعل الأبوي ولكن لهذا الأمر يفترض أن يكون هناك مقدمات هل ننطر شوي أم لا نذهب مباشرة إلى مشروع الإنجاب خاصة أنه بصير في عنا ضغط اجتماعي من الأهل ومن الأصدقاء ومن المجتمع ليش ما تم الإنجاب بعد ليش وناطرين وغيرها من التساؤلات وإحيان الحشرية اللي هي مزعجة للزوجين بهالإطار نحن نتحدث اليوم نرجع من راحب بضيفتنا أستاذي وفاء طرف أهلا وسهلاً علي أبكي أستاذي وفاء أعلوم بديكي بداية آآ آآ قديم موضوعنا لليوم آآ بالفعل بيطرح يعاني إشكالية قوية بالمجتمع ويمكن محطة أساسية لازم الزوجان يتوقفوا عندها ويدرسوها بكل وعي ويقول East فوتوا بهذا المشروح. بداية النسات صباحك ويعطيكم الف عافية. اه ادى الموضوع مهم خلينا نقول ادى بيترح اشكالية اكيد ما في شك. اه بالعكس يمكن هلأ عم تطرح كانت قابل بالسياق الطبيعي للنتيجة الطبيعية ومفترض تكون بعدها النتيجة الطبيعية لأي علاقة زوجية او لأي ارتباط هو الولاد. نعم. يعني هو الولاد هو الانجاب. ومتل ما حكيته بالمقدمة وحتى بالحكاية بالتسجيل الصوتي. اه بنبدأ بعد تأخير معين ضغوطات شتى في حال كان تأخر بالانجابة. اه للأسف هلأ اه موضوع بالعكس جدا مهم جدا حساس جدا اساسي نحكي فيه لكتير اسباب يمكن جزء مننا يمروا بسياق الحوار. اه واحد مننا شبابنا وصبايانا اللي متزوجين او اللي مرتبطين قدى هني جاهزين ليكونوا اباء وامهات هيدا من ناحية. ده هني معدين او عملوا عدد انفسهم لاباء ولا يكونوا اباء وامهات. والقسم الثاني اللي متعلق بالضغوطات الاقتصادية حتى الاجتماعية حتى الامنية خلنا نقول اللي عم بنعيشها. فمسئولية انجاب طفل مسئولية كبيرة. ان شاء الله نكون قدنا وان شاء الله شبابنا يقدر يكونوا جاهزين لا يكونوا عباء وامهات بالمستقبل. نعم. اذا في تحديات كتيري بهذا الموضوع ما فينا انه نمروا بكل سهولة مع انه بالمطلق العام او بالنسبة الاكبر الامور بتمشي متل ما قلت بطبيعة. اللي هني مهتمين انه نحنا بنا نجيب ولد عها الحياة وبنا نتحمل مسؤوليته. بنا بنبلش نقرأ الموضوع قدن احنا مهيئين او غير مهيئين بعض. اذا بديك يعني اذا بنا نجي للأصول للمسائل انا كصبية بدي ارتبط او كشاب بده يرتبط قبل الموضوع الانجاب يعني الزواج والاسرة والعائلة هي امتداد واستمرارية للحياة. نعم. يعني من من رب العالمين واحدة من اسباب استمرار الحياة هي الانجاب والارتباط وهيدا الرابط المؤدس بين الزوج والزوجي. يمكن لازم نبدأ من قبل ما نرتبط. يعني انا كشاب هايدي الصبية اللي اخترتها هي حتكون ازا بنا نحكي بالنتيجة الطبيعية لهيدا الارتباط. هي بتكون الامل مناسبة لأولادي. صحيح. هي بتملك او انا وياها بنا نسير نملك المؤهلات لنكون باي وام. ونفس الشي الصبية بخيارة للشاب اللي هيكون زوجة المستقبلة وعلى مدار حياة كاملة. ازا ما ما نروح على موضوع الطلاق ونسب وكل هالقصاص. انا عم بختار شاب بشريك حياتي بالمعنى مدى الحياة. هيدا ادي حيكون باي صالح. الاولاد ادي حيكون زوج صالح الي. يمكن من هون منبدأ لنرجع نحكي بالخيارات التانية في حال كان في نقص بمطرح معين كيف ممكن نعبيه. او كيف لازم نعد حالنا لنكون زوج وزوجي لنكون باي وام بالمعنى الاخر. طيب نحن مع اولادنا من نبدأ من صفوف الحضانة ومرياض الاطفال كل شي من عدو نقلو بالحياة. يعني التعليم بده اعداد. كيف بدي طاقة كيف بدي يأكل كيف بدي يشرب كيف بدي ينام كيف بدي يستقل كيف بدي يفوت على سوق العمل. كل محطة من هول محطات عم بيكون في اعداد الى سواء من قبل الاهل ولا المؤسسات الثانية تربوية تعليمية جامعية وغيرها. الا مفردة الاعداد لانه نكون زوجات وازواج. هادي بعدها للأسف مش موجودة للأسف. في مبادرات في مؤسسات تربوية يمكن زي ما نحكي شوية عن تجربتنا. عملت هالخطوة بموضوع التربية الاسرية. وفي مؤسسات خاصة اكتر من هي مؤسسات الدولة. تابع على جماعيات. كمان جماعيات خاصة متل جماعيات المبرات. يمكن عم يعملوا خطوات. بس هل هي الخطوات الكافية او ما بعرف اكيد لا. هي لازم بتكون هكي الحال الزمية حتى استاذي وفاء بهذا الموضوع. متل ما دايما بنقول لما نلزم الزوجان بفحوصات طبية لحتى نضمن انه ما في مشاكل صحية فيما بعد عند الاولاد وبيقدروا يستمروا بزواجهم. كمان نفس الشيه كن في اختبارات نفسية وتربوية وغيرها كمان نشوف زي ما اهالين يفوتوا على تجربة الزوج. هذا للأسف لليوم بعده ما حدا تبناي عنا من مؤسساتنا ويفترض يكون مشروع امهم واساسي. بنحكي بالناحية الصحية بما انو كمان انت مختصة بالاشراف الصحة الاجتماعي. يمكن للام اللي هي كمان راح تكون هالا الوعاء الحاضن للولد. ادي عنا اليوم الصبايا بيهتموا انو هن قبل ما يفوتوا بمشروع كمان انجاب. يكونوا مؤهلين جسديا وصحيا انو يعطوا البيئة السليمة لهالجانين اللي بدهم يحملوه. اكيد اه ازا بنا نجي من الناحية الصحية بدي احكي شوي قبل ازا هنم اهلين او لا. سبحان الله ازا الواحد بدي يعمل مقاربي بين العلم شو بيقولوا بين ديننا وتعاليمنا لانو نحنا مفترض نكون ماشيين سوا يعني بهالم موضوع. بموضوع الزواج بغض النظر عن رأينا بزواج المبكر لهيدا الجيل او غيرها. بموضوع الانجاب والصحة الانجابية وايمتا يعني الست كصابية كصابية قادرة تكون خلنا نقول متل معبرت البعاء الحاضر لها هيدا الجنين اللي حيكون موجود ببطنة. اه يمكن منعرف الحكمة من من ربنا بموضوع الزواج المبكر. بالدراسات عم بحكي بس من الناحية الطبية طبعا مش من الناحية لا الاعداد ولا الاستعداد ولا النفسية خاصة لجيل ما بدي قول لجيل هالقيام خاصة يعني عجلت الحياة ومتطلباتها اللي اتغيرت. وحاجات الشباب اللي اختلفت ولي راحت اكتر للنمط الاستهلاكي. افضل افضل عمر من الناحية البيولوجية لنكون هاكي كتير واضحين لفترة خصوبة وانجاب اه هو بان فترة الخصوبة تحديدا هو بين خمسة عشر خليني اقول او ستعاش لحدود الخمسة عشرين او اتنين او ثلاثين سنة. كلمة كلمة زاد العمر خليني يقول كلمة زاد العمر كلمة احتمال يعني بعض الهواجز او المخاوف الاطباء بيقولولك لنقول بعد الخمسة وثلاثين سنة النسبة المئوية لكزا هيدا كله بيعلم رب العالمين طبعا وفي تجارب بتنفي لنقول ازا حدا مسلا بعد الخمسة وثلاثين او بعد الاربين سنة بيصير عنده احتمال او ريسك انه انه يخلق تشوهات او شيء. هلأ ارجع لسؤالك يعني ادي صبايانة او عم بيهتموا ما بعرف ادي هي مدروسة او ادي هي فعلا عم تلحظ باستعداداتهم باللي عم نشوفه في نمازج كتير حلوة ومهتمة مما اللي بتحسي صار فيه وعي عند جزء من مال تاني جزء تاني راح على على نمط المظاهر على نمط الاستهلاك على نمط اللي ما مش استعداد انه خلص تزوجنا جبنا اول ولد جبنا تاني ولد جبنا تالت ولد بطريقة انه خلص جبنا اولادنا وخلصنا ومش الحال بنرجع بنقدر نكمل حياتنا بشكل طبيعي حياتنا من منظورنا طبعا من منظورنا الخاص من يعني الجنون بمطارح اللي عم بيصير بوسيل التواصل يعني صارت القصة بمطرح فعلا بحاجلة هيك معقدة وعم تترك اسارة كتير المزعجة على العيل وعلى الاسرة والولد بدل ما ما يكون هو يعني الزوج والزوجة هني من المطرحين مختلفين الولد صار النقطة المشتركة او العامل المشترك بيناتهم وهو يعني الرابط البيولوجي الاساسي لانون بدل ما يكون هو الرابط للأسف بمطارح بنا مطنع يعني عم نروح لمشاكل يمكن ببعض الاحيان نعم نعم اكيد طيب البعض بيقول انه لش الاستعجال بالنهاية مثل ما قلت يا حضرتك هلا الزوج جاي من بيئة والزوجة جاي من بيئة تانية ويمكن حتى بفترة الخطبة ما بيقدروا يأسسوا لعلاقة متينة بننطر بعدين لنصير بالبيت الزوجية وهون بننكشف تنكشف الامور اكتر لبعضنا البعض البعض للخبرة بيقولوا انه يفتدين عطى وقت سنة او سنتان لحتى تتبين يمكن الفروقات تتبين احيانا بعض المشاكل تنحل يتبين التوافق التام وبعدين نفوت بمشروع الانجاب ساعتها بيكون جاي هلا الضيف على بيئة مضيفة جاي سليمي وجازة مش بعدين بنجرب نحنا وياه الحياة وممكن نكون هو ضحية هيدا المشاكل صحيح صحيح اه لا لك شي بهايك وضع يعني ما فينا نعمم وما فينا ننفي اللي حمرتك هو رأي خلينا ناشو مية بالمية يعني انا مفترض باصل اختياري لهالشابة والصبيب الظاهر طبعا لانه وقت بنصير بالبيت كسيدات وكهايدا بتعرفي متل متل ما قلتي في كتير تفاصيل بتصير مختلفة جاي من بيئة من نمط تربية الزوج والزوجي نفس الشي من نمط تربية اه بتقديري منيح اذا يعني منيح نتعود على على بعض كعيلي سوا يعني انا ازا بكتشي لرأيي الخاص ما يكون قرار الانجاب اول سنة وهيدا برجع بقول رأي خاص لا الاعتبارات اللي قلتي يا حضرتك مش لانه يمكن نوصل لطريق مصدود بها العلاقة الزوجية لا بالعكس لا نقدر نعمل صيغة مشتركة نتفق على نمط حياتنا مع العنصر الجديد بالعائلة اللي هو صار مسؤوليتنا مجرد يعني لحظة اغلب يمكن المشاكل اللي بنتبعها او الاشياء يمكن اللي بتصير بتجربنا الخاصة وقتا ينجب طفل وقتا ولد بيصير جديد بالعائلة صدق مشاكل الامو اللي بيصير على الامور التفصيلية اللي بعدين وقتا بتتذكريها بتصير بتتضحكي يعني على نومه اكله للولد وين بدي نام هل لازم خليه ثلاث ساعات او اربع ساعات في ازواج حتى بيدخلوا بهالامور التفصيلية لانه هو عايش تجربة وهي عايش تجربة قد ما تكون بتشبه بعض كليا وكل حدا بيعتبر حاله صح فكتير منيح نعطي حالنا فرصة سنة خليني يقول نتعوض ع بعض كزوج وزوجة بمتل ما نحنا بالبيت لانه فترة الخطبي والتعارف بتاعتي هايدي الصورة الصادقة بس الحياة اليومية التفصيلية لا بدا بدا عن جد انك تعيشي مع زوجك هيدا الاستمرارية خلنا نقول لها مدة سنة بس برجع بقول مش معناها انه نحنا ناخد هيدا الخيار لانه كمان بحالات بتجربة للأسف اخدوا هاي الخيار من راسهم باسالي منبية بطرقهم خاصة يمكن عملت مشاكل على مدى البنت بنا نستشير يعني عبر طبيب يعني انا بدي اخد هيدا الخيار باني انا ما عونجي باول سنة فمنح الاستشارة الطبية لازم لانه يمكن بالاصل انا يمكن ما بعرف يكون عندي اصلا مشاكل انا ما بعرف وحتى ادي انا يعني الوسيلة المنع الحامل كل هاي الامور التفصيلية تكون عبر رقابة طبية تكون عبر رقابة طبية وكل حالة بحالتها لما نحنا نشتغل من راسنا ان نحنا ما منان نجيب ولاد بهيك واضع بنكون امننا الظروف اللوجستية الظروف الصحية البيئة الحاضنة متل ما عم تقولي لا استقبال هيدا الجديد اللي مفترض يعمل جاو ايجابي وحلو بالبيت مش العكس هيدا الكركبة متل ما سمعناها كمان بالدل عن جد المولود الجديد ممكن يعملها لحيدا نوقف عندها شوي معيك اكتر هيدا بيعمل ارباك بنعرف ان احنا بيفود بلخبة الحياة طالع نازل من نوم الاهل لمشاريعهم اليومية لحياتهم بصيرهم جندين كأنه لهالمخلوق اللي هو صر بين ايديهم هيدا النقطة بنقدر نستدركها نوعا ما والله هيدا طبعا للواقع اللي بيصير بين ايدينا يعني بتصير يعني مواكبة للي بيجد معنا في جزء بنستدركه وفي جزء ما بنقدر نتحكم فيه اللي بنستدركه بانه نحنا صورتنا عن هال الحياة الزوجية عن علاقتي بزوجي عن علاقته بزوجته كيف بده تكون وهيدا الجديد على العيل اللي متل ما قلت لازم يعمل جو دفع جو عائلي يعني جو العيل الحقيقي بتحسي بمطرح بدله ناقص بدون وجود طفل على انا عم بحكي كمان رأي خاص كدفع كعائلة كحياة كروح بالبات ام منقدر نستدركها بانه نحنا نقرر كيفا نندير خلينا نقول ملف هيدا الولد معنا بالبات يعني ما علي منيح نتفق وان بدو ينام واذا فاق بالله اللي بدو يياكل كيف ننظم له اكله منيح باي تفصيل نطلب استشارة المختصين وعادة طبيبه هي بتقدر تساعده وفيه اختصاصين تانيين بمطرح بتعرفي بعد الولادة بس اني عندك امور تفصيلية بدنا متابعة وفيه زوجات بفوتوا بموضوع اكتئاب والملفت انه بالدراسات انه فيه ازواج كمان بفوتوا بهذه المرحلة مع زوجاتهم وهي مش كتير يعني مش كتير معممة منيح نكون مستعدين لهيدا الولد لما نعمل هيدا الارباك اللي نحنا ما منقدر نعمل خلينا يقول سيطر عليه فيه جزء من الارباك موجود موجود وخاصة وقتها بتكون لانقول الستة بتشتغل والزوجة بيشتغل واثنين بيمشوا سوا على شغل مبكير لانقول فيه اجراءات لازم نكون متفقين عليها مسبعا فيه فيه نظام معين لازم نحطه بس الامور التفصيلية التانية بالطفل بالوليد خليني يقول انا ما في نقول لقبل ثلاثة شهور ما عندي طوارق يمكن حرارة يمكن اسهالي يمكن ما بعرف شو هو الامور التفصيلية بنا نشوف كيف ننتعاون يعني الزوج والزوجة كيف تنتعاونوا فيهن خاصة وقتها بتكون الزوجة عاملة لانو انا بدي مايز كمان بين اتنين يعني بين الستة متفرغة ام متفرغة او ام عاملة ودور الزوج هون داعم واساسي بس هون اكتر هون اعال كمان بتفرغوا بتتغير الخيارات بها الحالة لانو انا ازا عاملة بدي اصير فكر مي بدي يهتم اللي بها المي باي ازا هلا اجا لا خلينا نأجل شوي مسلا بيكون مزبط ما وضعنا بيكون استقرينا بيكون اه صحيح صحيح موضوع المادي كمان يعني ما فينا ما نعرج على استاذي وفا خاصة الزوجان احيانا بفوتوا احياة زوجية عندهم قروض في اقصاط في اه يعني بعد وضع مادي مش مستقر كمان بيكون الخيار احيانا بالتأخير لحتى مايجي عبق جديد على العبق اللي هني اه عايشينه وللأسف اليوم اللي عم بنعيشوا بالبلد هيدا عم بيمكن نكون خيار كتار اليوم. عم بيزيد وحتى عم بي خليني يقول عم بيحد من عدد اه يعني من الداية انا بتجيب كم ولد. اه هلا ازا بديك تجي لنا يعني ازا بدو يشتغل الواحد من طلق من من اتكاله عربنا اكيد بس انو لا بمطرح فيه ضغوط في اعضاء في اه في كتير 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 ضغوطات عم بعيشوها يعني وقتها بنشوف سعر هاي السلعة اديه سعر وسعر هاي السلعة اديش صار اكيد الشباب والصبايا هلأ المشاريع بس بالحليب وبالحفظات يعني وبيحسبوها هيدا حتى بالحضانة بالحليب بالحفظات بالدواء بالباندول قديش صار سعره وهيدا شي للأسف صار يعني صار عبق عبق نفسي اكبر وعبق نفسي عقصادي على اجتماعي بكل الميلات انو انا حابب بقوم بيقوم بس مش قادر مسلا. كمان هيدا. هيدا مؤسف كتير نحن اليوم نكون حاسين حالنا جاهزين لهالا الاستحقاء ولكن ماديا ما عم نقدر نحنا نوفي هدا الموضوع. صحيح صحيح. بس ما بننا مبالغي ممكن شوي. هل عكل حال راح نحكي مع السيد بلال لنشوف كمان في اتكال عقل الله عز واجل. اكيد. سما يرزقكم وما توعدون يعني. اكيد. وفي تفاصيل كتير بس احينا بده يعني يشبك الواحد ما بين العقل والدين. اكيد. لحتى كمان اعقلها وتوكل كما كمان نحن موصيين. بينضم لقلنا سمحت السيد بلال الوهبة لحتى نستفيد من من رأيه تحديدا بهالموضوع. السلام عليكم سمحت السيد ويعتيكنا الف عافية. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيكم يا رب. يا هلا. سمحت السيد طبعا نوعا بنحكي عن موضوع هام جدا بحياة اي زوجين ببداية هالحياة الزوجية وهو قرار الانجاب او تأخير او احيانا الامتناع حتى عن انه ناخد قرار بالانجاب. بداية ما نضرب الاسلام لهذا الموضوع. وطبعا كلنا بنعرف ان هناك تشجيع نوعا ما بان يكون في هناك انجاب لأي يعني تجربة سواج. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خليني اقول انه الاسلام يشجع على الانجاب وكذلك الاسلام يشجع الانسان او يحف الانسان المؤمن على ان تقوم حياته على التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى ان يتوازن في الحياة. وعلى ان لا يكون يعني مفرطا ولا اه ولا عنده افراط ولا تفريط. وان يسعى في الحياة ان ينظم حياته ايضا ان يحدد اولوياته. يعني هناك منظومة كاملة الاسلامي بيتعامل اه معها او مع الفرد على اساسها. بالنسبة الى الانجاب نحنا بنعرف انه اليوم وانا مبارح كنت عبورة تقارير انه اه العالم في حالة تراجع في حالة الانجاب. وهناك مخاوف من انه يعني الناس البشري يوصل لمرحلة يصير في مرحلة من الخطورة. وهناك طرح ايضا ان تستعمل الان الارحام البديلة او الصناعية. وعم ينبحث عن اخلاقية هذا العمل. ويقولون ليش عم يحاولوا يعني يستعملوا لانه صار فيه عزوف عن الانجاب. وخصوصا من جانب النساء. لا لانه النساء اه ما عندهم قدرات مالية او الاهل على تربية الابناء. وانما لانه المرأة بتعتبر حالة انه انا مثل الرجال. ليه انا بدي احمل ويتغير جسمي وبدني وتطلع علي يعني تغيرات معينة. وهو بدي يكون فاضي. فخلينا اتنينا نروح نجيب ولد من خلال ما يسمى به. لا لا مش غير التبني. لا. هون في طرح انه بيش ارحام صناعية. ارحام صناعية عم يشتغلوا عليها هلأ هني علميا اه هاي الشركات الكبرى مثل جوجل وامازون وهي الشركات التكنولوجية الكبرى. ام تشتغل على هيك جو. وبالمصادفة انا امبارح يعني هيك رأيت عن هذا الامر. طيب نحن من ناحيتنا لا نحن ندعو الى الانجاب. ونعتبر ان الذي يتكسل برزق الولد هو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. من املاق نحن نرزقهم واياكم. وقال ايضا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم. تأكيد يعني يعني بالحالتين. انه بالحال الاولى انه انتو ما تقتلوا اولادكم خوف من الفقر. فهول رزق جاية. في مرة بيقول انه لا لا لانه انتو فقراء ما تقتلوا أولادكم فرزقكم مضمون ورزقكم كمان هني مضمون. لكن لكن هذا بنعرف نحن إذا كان الرزق مضمون هذا لا يعني أنه الإنسان إذا كان في حالة من الشدة والضيق أنه يذهب يعمل على الإكثار من الإنجاب وهو ما عنه قدرات مالية تقدر تلبي حاجات هؤلاء الأولاد خصوصاً بزماننا هذا الحاجات اختلفت وبالتالي طرق الحصول عليها كمان صار إلى حد ما صعب يعني صارت نفقاتنا أكثر بكتير مما كان بالأول يمكن قبل خمسين سنة كان الولد هو يد عاملة عند أبيه هو يعمل يعني مجرد أنه يربع سنتين ثلاثة أربعة خلاص يبلش مع بيه اليوم لا اليوم الولد حيبقى مكلف إلى حد ما إلى أن يتخرج من الجانعة طبعاً لأنه في عنا نحن تغيير ثقافي عنا وهو سلبي على فكرة أنه نحن في عنا حياء يمكن بأنه الطالب يشتغل ويروح يدرس أو أنه يكون يواكب بيه بالعمل أو سوى ذلك فإذن نحن أنا اللي بدي أقوله أنه نحن لازم يكون في عنا إنجاب لكن يجب أن نكون متوازنين نعم ألا إذا كانت أنا سمعتكن كنتوا عم تتفضلوا تقولوا أنه أنه اليوم الزوجين عم يفوتوا على تأسيس الأسرة عم يكون عندهم ضغوطات مادية ضغوطات وقروض وما أشبه ذلك أوكي هون يعني إما نحن فينا نأجل يمكن سيني ما في مشكل فينا كمان نعمل حساباتنا بشكل دقيق فينا كمان نراعي أولوياتنا بالإنفاق فينا كمان لازم يكون في عنا ميزانية كمان للإنفاق فينا كمان نحن يعني كمان يعني لازم نهيئ الظروف ليجي هذا الولد يعيش معنا بحياة سليمة نقدر نقدم له نحن كل الحاجات المطلوبة لإنفاق سمحت السيد كمان بالنحية شرعية إذا كانت المرأة تريد أن تنجب والرجل لا يريد هل يستطيع أن يلزمها بهذه الحالة؟ لأنه نعرف أحيانا في بيوتات هيك عم بتصير أنه الرجل بيأخذ القرار أنه نحن هلأ ما بنا نجيب أولاد في حين المرأة حابت يعني تعيش الأمومة وبالنهاية هي يعني شعور فطرة حاب أن تفوت بهذه التجربة هل يستطيع أن يلزمها؟ عموما كانت بالفقد ينحطوها من جانب الرجل يعني إذا كانت المرأة لا تريد والرجل يريد فليس لها أن تمتنع عن ذلك وبالتالي بتفور أن يتعمم هذه الحالة عند الاثنين إلا إذا كان الرجل قد يوصل الأمر بينه بينه إلى ما لا يحمد رقباه فحين إذن عليها أن تختار ما يختاره هذا الزوج حتى تكلفى المشاكل يعني على كل هذا الأمر يجب أن يكون عليه التفاهم بين الزوجين وتوافق أثاثا الحياة الزوجية كلها يجب أن تقوم على قاعدة التفاهم والتوافق يكون أفضل نعم طيب في ناس يعرض عن الإنجاب نهائيا وبالفعل أنا بعرف نمازج يعني لم ينجب لأنه كان عنده حيات شوي صعبة فبيقول أنه ما بدي جيبه أولاد إجنع ليا ومع أنه مزوج وقضى حياته هيك ما بعرف كيف يعني قد ينزل إلى هذه التجربة هذا التفكير خاطئ جدا وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى أنا بتصوري سيد سوزان لو نحن يعني رحنا هيك بحثنا هاي الأضايا كلها يعني الإخفاقات اللي حصلت عنده كثير من الأسار بيتبين لإلنا أنه 90% من أسباب هذه الإخفاقات هي أسباب شخصية عندهم هني عندهم كان عدم قدرة على الإدارة نحن نشوفي الله سبحانه وتعالى ضمن لكل مخلوق أن يخلقه وأن يكون مرزوقا لكن كانين الله تعالى شرط حصول الرزق بالسعي وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يعني هذه معادلة لا يمكن أو حتمية لا يمكن نحن نطلع منها فبالتالي بتشوفي طيب إذا إنسان بده يجيب أولاده ما بده يسعالهم بده ظل عايش قاعد يعني على الأمنيات والأمنيات هي بضاعة الحمقة كما يقول أمير المؤمنين من الطبيعي إنه إيه هذا الولد يطلع معذر أو كمان إنه هذا البي إنه أنا يا بجيب أولادي وبربين مثل ما عمي ربين ابن فلان لمعه ثلاثة مليون دولار يمكن أو أربعة مليون دولار أو لا أنا ما بجيبش أولاد يتربه مثل الإنتام العادي الطبيعي كمان هذا خطأ بالتفكير أحيانا الضيق يعني الضيق على الولد هو طفل يمكن يدفعه إلى عمل وإلى جد وإلى سعي كتير بحياته يكون من الناجحين حتى يثبت نفسه على الأقل فليس دائما يعني قلة المال باليد هو افتقار كامل يمكن هذا خلة المال تولت بالولد الكثير من الغنى في مجالات أخرى نعم هون بيصير البي الذكي والأمة الذكية كيف يصنعوا ولد منتج وهذه كنا نشوفها بالتجارة القديمة سمحت السيد يعني يمكن اختلاف الأجيال كمان ونظرتها لهالموضوع أثر فيها يعني كنا نشوف عيل فيها تسع أولاد وحد عشر ولد وطلع منهم وكانت يمكن بيئتهم فقيرة أو على قد نفسهم بس ما نحرفه أو ما أنه يعني مش دائما النتيجة السلبية بهلا لا لا أبدا عاشوا وكانوا مربيين وكانوا مقدبين وكانت الأم تهتم بولادها وكانت تبنيهم وكانت تهتم بزوجة وتبنية وكان البي كمان أقرب لأولاده يقعد معاهم يفاهموا يومهم اليوم عم يجيبوا ولد واحد وعم يختلفوا عليه مش عارفين كيف يتصرفوا لا البي مستعد أنه يقعد معاولاده ولا يعني يعني في الآباء اليوم عندهم قصوي هاي اللي أنا مبارح كان مكاتب عنها وبالتالي أنا برأيي لا نحنا لازم يعني هذه المسألة نحنا اللي صار فينا أنه جبنا عادات الغرب السلبية وتأثرنا فيها وروحنا تخلينا عن القيم الإيجابية اللي نحنا عنا بحياتنا بقيم نحنا مين من إنا يعني مات جوعا ما حدا اللي بيموت جوع بيموت من إيده هو الآن حتى بهذه الأزمة اللي نحنا عم نعبرها وهي أزمة غير مسبوقة أنا عم صوف لحد الآن بحمد الله بعد عوائلنا عم تاكل وتشرب وماشي حالا لأنه ما عمالي يعني نعيش كما كنا صادقا نعم نعم استغنينا عن إشياء كثيرة بس بعدنا نكافيين بس اللي عرف أنه هو تيفي قوت هالسفينة بهالموج المطلاطم الآن لأ بيوصل إلى بر الأمان ويمكن يستفيد مننا كثير خبرات الأمر التالي اللي أنا بدي أختم فيه بدي أقول نحنا الآن بالمنطقة وخصوصاً في لبنان هناك ما يسمى بالصراع الديمقراطي على فكرة يعني بلبنان في إيه؟ أحد الحروب التي تشن على لبنان هي الحرب الديمقراطية ويمكن كثير من الناس منهم متنمهن له وأني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه المخطط الذي يرسم يعني أنا لا يرسم نعم يعني يتحقق وعلى فكرة أكتر من يعني من يستهدف الآن بهذا الحرب الديمقراطية في لبنان هني يعني الطواقف اللي كانت بتشكل هيك عامل تهديد للمشروع الشيطاني بالمنطقة نعم طبعاً مع وعد مع وعد أن نكون هذا ناقلها ونتوتل على فكرة أردوغان بختم لقول أردوغان كان من فترة عم يصر عم يقول نحنا أنه عم يروزه للإنجاب بتركيا وعم يقول تركيا بده 150 مليون بشري بإيران السيد الخائد يقول نحنا إيران أخطأت بفترة من فترات روجه لقلة الإنجاب لكن الاقتصاد الإيراني يستوعد 150 مليون نسمي نعم وبالتالي الشعوب إما أن تندثر لأنها لا تتوالد وإما لا هذا النصر لازم يستمر لكن كما قلنا أن تكون هذه الحركة واعية ومنطقية واعقلها وتمكن شكرا لكم سمعت سيد بلال وهي علي أويكم شكرا لها الإضافة القيمة لأمنا شكرا لأمان الله عندك أي تعليق كلام كتير حلو قاله السيد بالنهاية الدين يعني بيقول لك أنت واجبك نحنا موجودين في هذه الأرض لكي يكون في خليفة بالنهاية لأي إنسان ولكن إنه يكون هناك دراسة لكل الظروف الموضوعية اللي نحنا إضافة طبعا لتوكلنا على الله عز وجل لنأمن الظروف الموضوعية بتصور هيدا هو المنطق بكل موضوع أكيد 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 علا هو قلتي كلمة أعقل وتوكل يعني بعد اللي حكي سمعت السيد هو أنا هاي الملاحظة اللي سجلتها أنه أعقل وتوكل وحتى في سماعي رزقكم وما توعدون نحنا متكلين على رب العالمين بس عنا مقدمات هون يمكن مندعي يعني بما أنه سمعته كان معنا مندعي يعني رجال الدين بدورهم بالمحاكم وبدورهم بوقت كتب الكتاب يمكن هاي جزء بتكون من من إعداد الشاب والصوية وحتى يعني بالمؤسسات المختلفة ده بيقدر بيستثمروا مواقعهم لتوعية الشباب والصبايا على أدوانهم الحياتية المستقبلية كأزواج وزوجات يعني نطلع من بس موضوع إطار الحلال والحرام والأحكام الشرعية وغيرها لأننا نتعمق أكتر بأدوانهم المنطلقة من ديننا من توجهاتنا ومن استمراريتنا مثل ما تفضلوا قال طيب أدي كمان الموضوع النفسي مهم لحتى ما نحس حالنا نضغطنا بمشروع إنجاب ونحن مضغوطين نفسيا يعني كمان هون بدي يكون في لفتي بين الزوج والزوجة إنه حتى هني متل ما يمكن راعوا الجانب الصحي للبيولوجي إنه كمان هني راعوا الوضع المادي كمان نحن نكون مستقرين نفسيا حتى نفوت بهيك المشروع لأنه بنعرف حتى موضوع الحمل بياخد كتير من نفسية المرأة وفيما بعد الإنجاب مثل ما قلنا بيعمل شوية أرباكات بالعيلة والوضع النفسي بده كمان يرعى أستاذي وفاة طراف أكيد يعني نحن إذا بنا نحكي عن حتى ما بدي أحكي تربية وما بدي أحكي تربية حديثة وغيرها بدي أحكي عن حتى البعد الروحي أو الديني وقتها بيكون الجانين ببطن أم ببطن يعني بعده لم يولد قد المسائل بتكون حساسة بالصحة يعني الحامل النفسية حتى يعني بحديث الرسول اختاروا لنطفكم يعني معناها حتى قبل ما يخلق قبل ما يسير راضيع فالوضع النفسي أنا بحسه كتير أساسي كتير مهم ولاحزين إحنا بشغلنا أو بأي تدخل يعني سواء نفسي أو تربية واجتماعية خصوصي أول سؤال يمكن يسأل الحامل بهذا الولد كان مرغوب أو هيك ما كنتم خططين له لأنه الوضع النفسي حتما حينعكس حتما شو ما شعرها شو مين قال أنه الجانين ما بيحس زعلاني مبسوطة فرحاني مضغوطة فالوضع النفسي بالعكس أنا بحسه يعني بعد مقدمات أنه الصحية وجهوزيتها من كل النواحي حتى الطبية لنحية أنه تكون حامل الوضع النفسي هو يمكن الإطار الحاضن اللي بده يولد فيه هيدا الجانين بده يكون بعيلي واستمرارية الوضع النفسي بعد ولادته هي اللي بتحكم على مستقبله أكيد لهيدا قدي صعب كمان اليوم بعالمنا والله هو أنا بحسها عم بتزيد الصعوبة لأنه للأسف يعني للأسف بالنمازج اللي عم نعيشها والنمازج اللي عم نشوفها والنمط الاستهلاكي اللي عم نعيشه بالمظاهر بين صورة الافتراضية اللي عم نظهرها وبين حياتنا الواقعية بقلب بيوتنا وأنا مش عم بحكي صراحة كتير عم بتشدد على هيدا النقطة لأنه لأنه صار فيه صار فيه هوي صار فيه ثغرة بين أني أنا صرت عم بحتفل بمعرفة جنس الجانين بين أنه رجع حتفل كنا نعمل أيد ميلاد صارنا هلأ ثلاثة شهور ستة شهور تسعة شهور سنة رحنا على مطل الاستهلاك طب خلينا استفرح يا استهلاك مش غلط مش غلط مش غلط التوازن بس ما نروح على كتير على هيدا المظاهر بهاتطريقة بالوقت اللي نحنا وين بيتنا وين ولادنا وين أولوياتنا ولاحظة نسب الطلاق ما بدي يقول قدية عم بتزيد بس آه في نسب طلاق بعمر صغير عند الشباب والصبايا مع ولاد كتير صغار فيعني هني جيل الأمات والبيات اللي هلأ ما بنعرف انه لا يمكن بده دراسي بس يفرحوا بس يفرحوا مش حساب يعني افتراضي نفرحوا حقيقة من قلب العائل نفرحوا إنجازات تانية اي بالزبط يعني مش بس انه صار عمره هالأر طلع سنه ما بعرف شو صار صار بس كمان نشوف شي تاني وحتى اللي بيلاقي حاله برات هادي المنظومة بيبين كأنه هو شاز عن هذا المرضوع بتصيري بديك تبريري انتي هيدا مش نمطي هيدا مش 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 حياتي مش نمطي هيدا يعني هيدا الشيء يعني خلنا ناخد شي تاني من عادات الغريب خلنا ناخد شي تاني من نفرح مش غلط بس بهيد الطريقة بهيدا النمط اللي صار فعلا ملفت وظاهر ووسائل التواصل برجع بأكد وبهيد زادت وعززت وحتى عملت شرخ يعني بالعلاقات بالأسر بهيدا للأسف الشديد هوني عم بيخالينا نقول لأ الولد مكلف نحنا شو فاضين او قادرين نعمل له كل هالحفلات ويحسوكي بالزانب انه انت مش 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 يعني وقت بني بيلك ليه ما بتعمليلي مثلا نقولي عيد ميلاد وله ليه ما بتخليني اعمل هالشغلي طب مرفيقي طب ما ما نحنا صارت يعني الدائرة ضغوطات وموضوع التنشئة للولد والضغوطات اللي عم بعيشها من النمازج اللي عم بيشوفها كمان هاي بيعم تترك أثر وعم تترك عبق على الاهل وقتا بيكونوا مش يعين للموضوع يعني هي قصة ولد أول شوف لوان رحنا بس للأسف هيك الواقع عم بيكون اه طيب القرار انه نحنا نأخر الانجاب بيلاقي معارضة قوية جدا أول شيء الأهل بيخافوا كتير انه لأ كيف هيك برك بعدين ما عدته قدرته أنجبته خلينا نضغري بعد الزواج المحيط كمان بصير يسأل ليش بعدكن ما جبت أولاد بصير نروح لحشرية مش مقبولة أبدا ومش حلوة بصير ما نكتر أسيلة رح نناقش هذا الموضوع بس خلينا نرحب كمان بضيفنا اللي رح يشاركنا الرأي واللي هو من وحي تجربة خاصة جريئة وغير عادية بينضم لألنا السيد عباس عبد الله السيد عباس سلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا فيك بنحييك أهلا عباس أنا حابت نحكي معك لأنكم انتو كزوجين يخذين قرار أنه تتأخروا بيئة الإنجاب ولكن تخبرنا كم سنة لكم يعني بهذا القرار آآ على أي أساس اتخذتوا هيدا القرار وآآ آآ لليوم هل بتعتبروه كان قرار آآ بمحله آآ نحنا صراح خمس سنين يعني دواجنا من خمس سنين آآ طبعا المواطيات بتختلف مع بداية الزواج آآ مع مرور سنين بتختلف حتى نظرتك للقرار بتختلف آآ ببداية الزواج كان الموضوع أنه نمتق سنة أو سنة ثانة نرجع نشير في نفكر بالموضوع البلد نعم آآ هلأ بعض خمس سنين آآ آآ متل ما تبقى قلت لك نظرة تغيري آآ صرنا عم نروح أكتر من بس تأشيات لما أنه الولد بالحياة الزواجية شو حيغير آآ يعني صرنا نشوف تقريبا نستبدك آآ نهو مشي جوهري بالحياة آآ يمكن بسبب اللي عيشي ببلاد آآ نعم غير المجتمع اللي ربينا فيها يمكن كمال هذا الشي بيراك آآ أدا انتم اقتنعين بهذا القصة آآ عباس وقدال زوجتك لانو بنعرف نحن اليوم المرأة بتحب تكون أم يعني آآ الرجل يمكن ما يعني الموضوع يمكن بحالات استثنائية آآ بس آآ دا مقتنعين انو اي الولد ما بيغير شي بالحياة وانتو شايفين يعني انو كنتو بأسر وشايفين المجتمع كيف بيقوم على أسر فيه فيه ولهالدرجة الخوف موجود عندكم انه يكون في ولا? لا لا ابدا مش خوف بالعكس احنا كان انا ولا زوجتي عنا اخوة وعنا ولدت اخوة. مرأي يعني مثل ما بقولوا عراسنا اولاد. وانا بحكي مسلا انه مرأة عراس تجاجي يعني. دولات هاي عبرون اربع اتنين وعندي اللي صار هو عم. فهي مش خوف ابدا. هي دراسة اه. حرفيا ايك هو الموضوع بدي دراسة. بكذا جانب بياثر بهذا. في انا احكي انه الجانب المادي هو اللي اكتر شي يعني ياسس لهذه النظرة. لا ابدا. هو يمكن بداية الزواج بكون هو الجانب. المادي. بفكر فيه الواحد بس بعدا يعني حاليا نحنا لا مش الجانب المادي. والواحد في عنده خدينا اقول الجانب المعنى. احلام ولي بفكر فيها الواحد ما بتبتصر عورد. احلام ولي بكتر احلام. خلنا نشوفها هي قبل الولاد لازم تكون. ام. ام. اكيد الجانب الاجتماعي هو الاقل تحصير من هذا الموضوع. ام. ام. طبعا ما بيخلال الامر. كله بتعرض انه شو نطرين. ام. هيتضغط هيدا ادي عم بتتعرض دوله خاصة انا من الاهل اه عباس. من الاهل من الاصدقاء ومن حديدا عن كل ذكرة زواجة ما بيوش عالواحد. انا بيكتر بشيء او بيحتفل بطريقة معينة. اللي بقولوا شو عاكم النظرين. ام. هيدا هون القوة بدا تزاين انه في بدنا نزد على حال. ام. حاول صلنا نحاول نغيره النظر. طبعا نحنا جدنا ولد شو تغير. هيك عندك ولد شو تغير. طح في خاصة للزوجة يعني. بنعرف انه كلمة تأخر. كلمة بيصر للمشروع. يمكن قد لا يستدرك. يفوتنا الوقت. طب يا. ام. ما بيعرفي اجا كلمة اهم دي. هو كمصطلح هو بيزبط. برجع بقلك مثلا. ان كان حدا متعلم. ام. ما حققت وموطه باشتغل بمعانا الشيء المشروع الخاص بي. يمكن اهدى الشيء جوشوف. اختلف النظرة من شخص. ام. ام. انه ممكن انا عندي شيء مهاني بدي حقيقه. نعم. طبعا مش كلمة للمادي. كلمة هو طموح. طموح. اه. ويمكن المطرح ما قلت من شوية انه الشيء بيخوف هو يمكن. مسؤولية? لا. لا ابل ايه الاوضاع اللي عم نشوفها بتلدنا. ام. كورونا لعب شوية دور بالموضوع ان اه اذا واحدة عم بسفر شفنا كزا حالي. اه. انا هات حوامل. نعم. اه. يعني نعم. نعم. ما بتفزعوا من الندم بعدين اه سيد عباس. ما بتفزعوا انكم تندموا فيما بعد. انه لأ ان احنا كنا مقتين عيني بشي وتبين بعدين خاصة بس نكبر ونصر نحس اكتر وكان لازم يكون في عنا ولد بالعيلة يسانبنا نفرح فيه بيشكلنا شي يعني بهالحياة شي مختلف. لأ ما في ندم ابدا عشين حالتنا مبسوطين اه هلنا حرية من كامل اه احداعش اطمعش بالله لبعا. خطر عبارة. هل هنا متأيد? يعني في حرية اكتر بالمعنى. طبعا. هلو نمط غربي يعني بالتفكير معالي اسمح لي عباس? اه يمكن ده اخترنا بضرب هايزا الشيء بتاعت تأجيل القرار. اه ممكن هايزا الشيء بالضرب بيأثر على حيزة يعني كيف تشوف المحيط حوالي الواحد. نعم. نكتفي بهالقدر. انا بدي اشكرك على جرأتك. وشكرا لانك عرضت لنا هايزا التجربة اللي هي بالفعل يعني استثنائية جدا جدا. اه وعكل الحال بتمنى بين يعني ليلة وضوحاها تفيقوا تقولوا لأ بنوا بنوا ولات. نتمنى لكم. تحياتي لك يا سيد عباس. وتحياتي طبعا لزوجتك. اه حوراء بنحييكم. وشكرا لك. شكرا. يعطيك العافية. بسم الله رأيك. اي اكيد يعني ما بدي اقول ملفت لانه احنا مش بوارد انه نحكم عن خيار او عن قرار. بس سبحان الله يعني ربنا بالقرآن المال والبنون بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينته لحياة الدنيا. زينته لحياة الدنيا. اه انا بس هيك حاب اقول له شيء للسيد عبدالله الاستاذ عبدالله. اه ما بعرف يعني اني عيش تجربة انه كن ام او باي بمشاعرها بانفعالاتها بكل تفاصيلها. ما فيني ما فيني احكي عنه الا العيشة. ما بقدر احكم ما بقدر اقول الاشي. هيدا من ناحية. اه من ناحية تانية ما بعرف ادي عمره وزوجته او شو طبيعة شغلون او شو طبيعة عملون. اه بس اللي بعرف اه او اللي فيني يقوله انه كل الانسان بنهاية عنده اولوياته. عنده تواجهاته. عنده اناعاته. عنده افكاره. اللي بيعكسها بقراراته بشكل عام بالحياة. بس انا بدي يقوله انه الولد بالعادي اه وقته بيخلق. هو مش لاي صحيح علاقة او لاي ايد اهل. هو بالعكس الايميل المضافة الحلوة. اللي بتعمل هيدا الروح بتعمل هيدا الروح اللي بمطرح العيال اللي ممكن نعرف نحنا انه هني ما انجبولاد مش لانه قرار لانه قصرا ما ادري ينجبولاد لا اسباب طبية. اه ادي ادي بيفتقدوا لهيدا الروح. الروح اللي بتحسيها وقت بتفوتي على بات في اولاد. انا بتمنى علي يرجعوا يغيروا رأي. يقربوا للموضوع. وموضوع كورونا او غير انا بقوله ان احنا كمان عقاعدة اعقل وتوكل. اه كورونا هي بتكون سبب لوفاتي. لانه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله يمكن الستات اللي عم بيوالده او اللي عم بيموته هني وحوامل هيدا السبب اللي اكيد الواحد بيعمل واجبه بيحمي حاله بيحمي حيلته بس كمان بيتك العرب بالعالمين بهدي المسألة. وبالنهاية هني استمرارية للحياة والاطفال. طيب هون ادي الاهل كليه انو كنا علقنا السؤال قبل الاتصال. احيان هني بكونوا يعني كمان عامل ايجابي بهذا الموضوع ولا لفت النظر انو ما بيسوها لقدي تأخير. يفترض تنتمهوا انو كمان العمر ما ما يمكن يرحم او غير ذلك. او بالمقابل هني لأ ممنوع انو الولاد ياخدوا هيدا القرار لانو هني شايفينه انو لأ زواج انجاب. اكيد. ما تنسي الاهل يعني عندهم شقاين بالموضوع. الشقة عاطفة وشيء متعلق فيهم. وخاصة البياء يعني الحفيد. بدنا بدنا اللي بدل العيلة موجودة يعني هيدا الحفيد اللي هو استمرارية العيلة اللي اللي مربوط بهذا الشخص. اه يعني بمطرح للأسف الاهل عم بيكون بمطرح عم بيعايشوا الزوج والزوجة هيدا الضغط. عشان هيك نحنا وقتها منسعى لانو جاهزين للانجاب. بغض النظر ازا انتو جاهزين للانجاب او التانيين شايفيكن جاهزين للانجاب بتفرق كتير القصة. هون كتير منيح وكتير مهم نحترم رغبة الاهل او 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 اناعتهم بالموضوع. بس كمان منيح نفسر لهم مفترض يعني الاشي بتتوضح بالحوار بالمنطق باللغة. بس فيه ابا او امهات هن اللي شايفينه او اللي بيشوفوا انه ابنه او بنته انتزوجت. لا لا تضمن انه بنته صار عند اولاد. وانه كأنه هيدا الولد هو اللي بده يربطه هيدا الشي ابدا منه صاح. نعم. والاهل الزوج يعني لا يضمنوا خليني يقول استمرارية العيلة وكمان. نرجع بنفوت بعدان ازا اجت بنت اول ولد لا ما. هيدا صار. يلا مش لازم تطاوله. موضوع تاني هيدا. صحيح صحيح. او انه بنا نكبر العيلة او غيرها. يعني بالنهاي الاهل بيضلوا متل ما قلتي يمكن عنده النظرة خاصة للمواضيع. صحيح. يدخلوا من محبة ومن حنية احيانا. اكيد اكيد. مش لصمح الله مني سيئة. هوني آآ آآ لفتت لنقطة كمان استاذي وفاء طراف. انه في احيانا زوجين قصرا لا ينجبان. وهيدي كمان بيعيشوا مراري كتير كبيرة. سبحان الله يعني بشوف ناس هني قادرين ينجبوا. ولكن بياخدوا قرار انه يو بدون ياخروا او انه ابدا ما بدون. وبالمقابل فعنا شخصين جاهزين كاملين. كل شي. صحيح. بس سبحان الله هذه الرغبة لا تتم بامر الله عز وجل. او لانه فيه مشاكل كمان. بدلا هيك كلمة نخصص لونياها قبل ما نختم معك استاذي وفاء. اي انا اللي بدي اقوله لا لهولي الزوجين لانه وطب بحكي هالمسأل بتذكر صاحبتي الكتير كانت قريبا مني وهي الاسف ما 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 قدرت انها تكون ام لاسباب قاصرة. انا بقول يعني حتى بنص الاية الكرآنية يهابوا لمن يشاءوا ذكورا ويهابوا لمن يشاءوا ينافى بالمعنى حتى اني ما نغلج بالهايد. ويجعل من يشاء عقيمة. من يشاء يعني حكمة عند رب العالمين ما منعرف شو هي. هيدا ازا كانت بيادر بالعالمين. بس نحنا ما نكون اه وسيلة لانه ما نعطي حالنا هيدا الفرصة. اكيد خير عند ربنا وقصة الخضر والنبي موسى عليه السلام. يعني الخير وفيه مواقع يحطوا بالون عطول. يمكن ربنا محضر لهم شيء اهم. يمكن ربنا اجرون كبير كتير. يمكن ما نزلتون كبير عنده. لانه الصبر بهالمسألة والايمان والتوكل على الله والرضا. الرضا كتير مهم. يعني لانه الحسرة بتحسيها بدلة موجودة عندهم. بس كتير مهم الايمان والرضا والتوكل على رب العالمين بيساعدوا كتير. وانه نصوب اهدافنا لاشيه تاني كمان نقدر نخدم فيها من مواقعنا بالحياة كمان كتير بتساعد. اكيد. وما نحكم من اول سنة وسنتين انهوز زوجان ما في يعني في مشكلة انه ما بيجيبه. اكيد. اكيد. منعرف تجارب احيانا بتلتعشر سنة وعشرين حتى باشرين صح صح. سبحانه وتعالى رجع عطاهم للزرية صح. سبحان الله. سبحان الله. اكل حال حياة مليانة قصص بهذا الموضوع. صحيح. صحيح. بدي اشكر حضورك معنا استاذي وفاء طرف. حضرتك متخصصة بالارشد والتوجيه نفس اجتماعي. وايضا بالعمل الصحيح الاجتماعي. شكرا لكل اللي قدمتي من معلومات. شكرا لك. وبحضورك المميز والجميل ايضا. شكرا. شكرا لك. ونشكر ايضا ضيوفنا اللي كانوا معنا عبر الهاتف سمحت السيد بلال الوهبي. وايضا السيد عباس عبدالله اللي شاركنا بتجربة خاصة. شكرا لكل من تابعنا من مشاهدين عبر قناة الايمان ومن مستمعين عبر اثير اذاعة البشائر. على امل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله في حلقة جديدة. انقل تحية الزميل علي هزيمي في التنفيذ والاخراج الاذاعي. والزميل علي خليل في التنفيذ والاخراج تلفزيوني. ورفقتكم في الاعداد والحوار سوزان شعي تضمتم بخير. السلام عليكم. اشتركوا في القناة